مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم اليوم ميديا تولك عبر قناتكم جلد زاد البرنامج اللي من خلاله في كل مرة صلت الضوء على أبرز الأخبار صور والفيديوهات وحتى تفاعلتكم مع هذه الأخبار لتصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنروحها إذن مشاهدينا البداية رح تكون بالصور الرائعة لسيدة من ولاية سطيف تقيم عرسا جماعيا مدفوعة تكليف لعشر عرسان يقال أن السيدة تقوم بهذه المبادرة كل عام نخليكم مع الصور ولا نعوده كما شفتم مشاهدينا الصور الرائعة جدا والتعليقات كلها شكر موجهة للسيدة حورية الملقبة بأم الأيتام كما كاتي اللي كتبت في تعليقها ربي يخليها ويطول في عمرها يا رب العالمين وسناء اللي قالت ربي يجعلها في ميزان حسنتها ويونس اللي علق تبارك الله اللهم بارك لها في مالها وأرزقها الصحة والعافية وحسن الخاتمة ومحمد اللي كتب في تعليقه واللهم أجعل هذا العمل في ميزان حسنتها ربي يحفظها ويطول في عمرها ويكتر من أمتالها وإسراء اللي قالت في التعليق قديالها الله يبارك في مالها ويجزيها ومون اللي علقت ما شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها وتزيد تفرح زواولا وسوسن اللي قالت ربي يبارك ما شاء الله نذهب مشاهدين إلى فلسطين نقصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية رهف سلمان البلغة من العمر 11 سنة التي حرمها الاحتلال من كل تساقيها ويدها اليمنى نخليكم مع الفيديو ولا نعوده انا اسمي رهف خليل سلمان عمر 11 سنة طلع سادس ايدي سبقتني إلى الجنة وجرية التنتين سبقوني إلى الجنة انا صوبت انا صوبت من الحرب من الاحتلال الصهيوني كنت طلع روح انا داخلية علشان اروح نتعشص بالليل وانا وانا بتطلع الصاروح لقى جفية انا نفس اروح اطلع برع تركيا انا وامي نتحكم هناك نتعالج وارجع للدكاترة نفس اركب جرين ويدين وبصير اكتب فيدي باليمين انا صوبت باليمين وبكتب باليمين بص ما عرفش اكتب باليشميع نفس اطلع عند الدغان هناك اطلع ركيح انا بحكم محدش يطلع بي الفيديو مؤثر جدا وجرائم العدوان لازلها تحصد العديد من الشهداء الابرار نسأل الله ان ينصر فلسطين الحبيبة عملت جولة على التعليقات كما ابتسام اللي قالت حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يشافيها ويشافي كل المريض يا رب وناشط على الفيسبوك علق حسبي الله ونعم الوكيل نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم أمين وأحمد اللي اكتب في تعليقه حسبي الله ونعم الوكيل في إسرائيل وناشط آخر على الفيسبوك اكتب الله الظالم يومكم قريب إن شاء الله ومونة اللي قالت في تعليقها الله المنتقم بعدله وناشط اللي قال الله يشافيها ويكون معها ومريم ما اللي اكتفات بقولها لا حول ولا قوة إلا بالله وأكرم اللي قال عاشت فلسطين حر أبيا وجابر اللي قال حسبي الله ونعم الوكيل نذهب مشاهدين وإياكم إلى فيديو آخر تداولته حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان ضحية تيك توك وفيه تسقط فتاة من نافذة سيارة أثناء تصويرها مقطع لنشرها على منصة تيك توك الشهيرة وتظهر الفتاة وهي تجلس على حافة نافذة سيارة دفع رباعي بينما راح ترقص أثناء تحرك السيارة لحصن الحظ كانت السيارة تتحرك بسرعة متوسطة حيث اختلت توازن الفتاة وسقطت على رأسها لم تصب الفتاة بإصابات بالغة حيث عاودت النهوض والركض بعد سقوطها المؤلم فيما توقفت السيارة التي كانت تقلها على أحد جانبي طريق نخليكم مع الفيديو ولا نعود كما شفت مشهد خطير كدن يسبب في وفاتها الناس علقت على الفيديو ونشوف حميد اللي علق لا حول ولا قوة إلا بالله ونشط على الفضاء الأزرق قالت هذا استهتار وكمال اللي اكتب في تعليق وربي يهديها ويصلح حالها مشاهدين جولتنا معكم في عالم الفضاء الافتراضي خلاصت ولكن كما عودناكم نروح بكم جولة إلى ولايات الجزائر الساحلية الجولة اليوم إلى ولاية تيبازة بالضبط شاطئ مرسى خروب لارهات حيث يمتلك هذا الشاطئ إطلالة رائعة بمزيج بين زرقة المياه وخضرة الغابات المحيطة بها مع رمال ناعمة ويتوفر الشاطئ على كل مقاومات الجذب السياحي وبهذا مشاهدين وصلنا للنهاية عدد اليوم من ميديا تولك ولكن قبل كل هذا نذكركم بأن ميديا تولك بنامجكم اللي يرصد الأخبار والفيديوهات وصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي فما تنسوش تشاركونا صور وفيديوهات وتعليقاتكم تاني على منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لاتبعتونا ابقوا أوفية لبراميجينا نلقوكم غدا إن شاء الله على نفس القناة وبنفس التوقيت مع السلامة